اهلا بك في فيديو جديد من كورس الارس دي هذا الفيديو برعاية ايجيكس اس اس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا احمد التريسي وانت بتفرج على كورس الارس دي انه هكبر ان شاء الله هيكون اخر درس في السلسلة دي وده مش معناه خالص اننا هنبطل نعمل فيديوهات عن الارس دي انا قلتلك اخر درس في السلسلة دي دي السلسلة اللي ايجيكس طلبوها مني المبنى بالكامل احنا الحمد لله تكلمنا عن كل عناصر المبنى صحيح ما عملناش اللوح لحد ما تتسلم الاشتشاري ولكن اتكلمنا عن كل العناصر تكلمنا عن السمليات وتعلمنا ازاي نقسم لها تسليح في البلان ولو انت طبعا حابب تقسمها في الاليفيشن هتبص على درس القمرات شفنا درس الاواعد بعد كده الاسلامونجريد او البلطات الارضية بعد كده الاعمدة والسلالم والبلطات وكمان الكاميران كده خلصنا تقريبا كل حاجة في عناصر مثلا مع النهاج زي شخشيخ بالسلم تقدر تعملها ببساطة وفيش اي مشكلة الهدف من السلسلة دي بالتحديد هو اننا ندخلك جوه البرنامج نعرفك امكانياته ونأكد لك انك تقدر تعمل عليه كل حاجة وده شفناه مع بعض على مدار السلسلة بالكامل يعني ببساطة كده نقدر نعتبر السلسلة دي للمبتدئين وان شاء الله مستقبلا يتم اضافة فيديوهات جديدة النهاجدة ان شاء الله هنتكلم عن حاجتين مهمين وما تقدرش تستغنى عنهم في اي شغلانة رقم واحد ازاي تصدر البي بي اس بتاعك للاكسيل رقم اثنين ازاي تطبع اللوحات بتاعتك فيلا بينا جوح للبرنامج ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي تعال نبدأ الاول بالطبع عشان نطبع اي حاجة من الموديل بمنطقة البساطة هنضغط كنترول بي بعد كده هنا البرنتر بتاعتك تختار اللي انت عايزه انا عايز اطبع pdf فاختار هنا internal pdf plotter دي موجودة في النانو كاد زي بتاعت الاوتو كاد اللي هي dwg2 pdf هنختارها بعد كده بنحدد هنا مقاس الورقة انت عايز تصبح على مقاس اي ولا يكون مثلا اي وان بعد كده بنحدد هنا بورتري ولا لاندسكيب بتختار اللي انت عايزه ولا يكون لاندسكيب بعد كده هنا الاريا اللي انت عايز تصبح عايز display ولا extent ولا limit ولا window سي مثلا انا هطبع window وهضغط على window كده وبعد كده اختار الحاجة اللي انا عايز اطبعها هطبع مثلا الجزء ده لاحظ معايا هنا ظاهر لك الجزء اللي انت اختارته والبيضة دي بالكامل هي اللوحة اللي انت بحددها هنا طيب عايز وسطانها هتيجي تضغط في النص هنا واخد بالك اللي حصل مسابة دي تقسمة اتنين بتقدر تحركها ناحية المين او ناحية الشمال او في الكورنر زي ما انت حابت خليها طبعا في النص ده العادي طيب هنفطرت دلوقتي ان انت هتطبع اللوحة دي وفيه لوحة كمان هتطبعها وعايز تطبع من المودل هتضغط هنا على add add window لاحظ معايا ادي الwindو القديمة بعد كده بيدي لك فرصة ان انت تختار window كمان ادي الwindو التانية نحد هنا ممتاز تقدر تضيف كمان window تالتة الشكل ده كده وهكذا تقدر تعمل ويندو الى ما لا نهاية طيب تقدر تقالب بينهم ازاي الاول هنا تعلم على show page preview هزهج لك اللي انت بتطبعه وهتلاقي في اسهم هنا تقدر تقالب بينهم ده طبعا بيوصلك للاخر على طول وده بيرجعك الاول هنا بتحرك واحدة واحدة ماشي ده التانية ودي الاولى نية وهكذا زي الفل تقدر هنا تختار عندك البن اسايمنت بتاعك مثلا المونو كروم هنضغط عليها تلاقي الديني هنا ظهرت لك سودة بالشكل ده تقدر تحفظ الستطب ده تيجي من هنا add تسميه مثلا زي ما انت عايز say setup 1 مفيش مشكلة هقول له اوكي خلاص كده زبطنا كل حاجة هنضغط plot نختار المكان ونقول له save تعال بقى نفتح المكان ده كده ننزل ده نروح للمكان ده ادي ملف ال pdf double click عليه هيفتح معاك ادي اول كاميرا والتانية والتالتة ممتاز نقفل ده خلاص ونرجع لي النانو كاد طبعا اغلب الناس مش بتطبع من الموديل الا لو كان هيتبع حاجة كده يوريها الحد لكن في الغالب اللوحة بتاعتك بتعملها مظبوط كده في layout محترم بعد كده تطبع من layout طيب عادة انت لما بتفتح اي ملف جديد من النانو كاد بتلاقي عندك اربع layout A1 A2 A3 A4 وطبعا الموديل space بتاعتك تعال نزبط مثلا اي واحد منهم وليا يكون A1 خلينا مثلا نجيب xref بتاعنا او title block عايزين نجيبه كxref هنيجي من قائمة insert DWG reference ونروح نجيب الملف بتاعنا طبعا ملفات موجودة في description تقدر تحملها هنقول له open بعد كده طبعا نخليه في الصفر والصفر واقول له هنا اوكي ممتاز نزل title block بتاعك اهوة عايزين بقى نعمله insert ممكن نضغط xr ونيجي هنا right click bind insert او bind مش هتفرق اوكي close كده بقى block بتقدر تدخل عليه وتعدل زي ما انت عايز ماشي بيفتح لك block editor بتقدر تغير اللي انت عايزه خلينا بس نقفل ونرجع لموضوعنا طيب دلوقت انا عايز ازبط مقاس الورقة او عايز اختار البنق assignment واختار البلوتر بتاعي يبقى عامل ازاي هاجي من هنا على A1 هتغط عليها right click page setup بعد كده اقول له edit ونعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه في الموديل هنيجي من هنا نختار internal bdf plotter هنا A1 اوكي تختار برضو portrait بعد كده هنا لو انت عايز مثلا تخليها extent اوكي مفيش مشكلة خليها زي ما انت عايز خلينا نختار extent وبرضو نضغط هنا في النص ونقول له كمان fit to paper جميل كده بعد كده هنا نختار برضو من كروم تعال نعمل preview كده show page preview هتلاقي عندك اللوحة بتاعتك زهرة زي الفل هقول له هنا apply to layout هيطبع على طول واقول له اوكي close كده cd طيب تمام زي الفل double click كده على scroll لو انا دلوقتي عايز امسح اللي اوتس دي وعايز اضيف layout جديدة هعملها ازاي هضغط برضو كليك يمين هنا هلاقي هنا في حاجة اسمها layout هضغط عليها هيفتح لك كل اللي اوتس اللي موجودة تختار مثلا دي تمسحها بالشكل ده ودي كمان تمسحها ودي تمسحها طيب دلوقتي عايز تسميها باسم تاني او عايز تعمل لها copy او عايز تعمل واحدة جديدة كل الكلام ده عندك عندك هنا create new layout بعد كده بتسميها وتعملها هنا عندك rename تقدر تعمل rename لدي سميها مثلا اي حاجة اوكي وبرضو تقدر تعمل لها copy عادة انت بتزبط واحدة وبعدين تاخدها copy هنعمل لها كده ونسميها بدل A1 نسميها A0 ماشي يشيل الكلام ده اوكي عايز ازبط بقى A0 دي خليها نضغط اوكي كده هنلاقي layout مظبوطة عندنا هنا طبعا برضو لو انت عايز ترتبهم ترجع تاني هنا layout عايز ارتب مثلا دي في الاخر هضغط هنا على السهم ده هتنزل تحت يبقى A1 A0 بعد كده layout 2 اوكي تعال دلوقتي عايزين نزبط مقاس الورقة A0 layout هنضغط عليه كده page setup وتقول له edit تمام هيفتح لك طبعا هنا الاعدادات اللي انت واخد منه copy هنختار هنا بس A0 هيزبط معاك طبعا لو انت عايز تعمل و هتضغط هنا مفيش مشكلة طيب دلوقتي المرة اللي فاتت عملنا فتو بيبر لان title block بتاعي مقاسه A1 طيب دلوقتي احنا اللوحة بتاعتنا A0 وبالتالي لاحظ معايا هنا ان scale 1 لرقق اقل من 1 طيب هنحل الموضوع ده ازاي هتيجي من هنا فتو بيبر وتغير هنا تخلي ده 1 يبقى كده لاحظ معايا هنا واخد بالك اللوحة بتاعتك قالت طبعا انت هتجوح تجيب title block تاني مقاس A0 ماشي هنفتقد ان احنا جبناه مفيش مشكلة وهنا في ملحوظة مهمة لو انت جيت اختارت هنا layout يبقى هيزبط نفسه على layout لاحظ معايا هنا ايه اللي حصل جابلك title block هنا في 00 وقادي layout بتاعك هيطبع لك المسافة دي كلها تمام كده هنضغط هنا apply to layout ونقول له اوكي close ممكن احنا نقسم مربع كده يمثل layout بتاعتنا من هنا كده نحد هنا تمام كده ممكن نعمله offset مثلا بالشكل ده نعتبك ده title block بتاعك جميل كده خلاص زبطنا layout بتاعتنا خلينا نرجع كده لـ A1 اللوحة بتاعتنا هتبقى A1 طبعا خلي بالك هو عامل zoom extend تعال نرجع هنا setup edit انت مختار هنا لو انت عايز تطبع مزبوط لازم يبقى الـ skill بتاعك هنا واحد لواحد طب هنا انت مش قادر تعدله ازاي تعدله لازم الاول تفتح هنا تختار layout وبعد كده هو هيتعدل تمام كده تختار بقى انت هتطبع واحد لواحد ولا واحد لعشرة طبعا احنا بنطبع واحد لواحد لان المقاس اللي انا مدخله هنا وانا بالفعل هتطبع على A1 فهنا لازم اختار واحد لواحد ممتاز هقول له apply to layout اوكي close تمام كده لاحظ معايا هنا اتحرك كده هيت ممكن بقى وسط انا انا ده الشكل ده كده حرك دي اسهيدي الشكل ده شوية يعني اعتقد كده بقت مزبوطة ممتاز تعال بقى نتعلم ازاي نعمل viewport هنكتب mv enter وبعدين نحط المستطيل بتاعنا مثلا بالشكل ده كده بعد كده بيقول لك دخل لي ال skill بتاعك وليكن مثلا واحد لخمسين هنفتح القلة بتاعاتنا واحد على خمسين هاديلك اتنين من مية هنكتب هنا اتنين من مية enter نقبل كده كده double click جواها ونجيب الحاجة اللي احنا عايزين نعمل سيه مثلا الكاميرا دي طبعا هنا خلي بالك انا بعمل بال scroll وبالتالي ال skill هنا بيتغير custom skill بيتغير اهو هنقرب بس على الكاميرا دي وبعد كده نيجي من هنا اقول له point o to enter ممتازة لايه كده زبط هالب double click برا كده وبعدين نزبط على الكاميرا اللي احنا عايزين سيه مثلا الكاميرا الكبيرة دي طبعا الكلام ده مش عايزينه عايزين بس ده تعال نغير بس لون الخلفية right click options عشان الرؤية تبقى اوضح double click هنا خليها اسود اوكي 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 في حاجة كمان نسيت اقولك عليها لو انت في ال preview بتاعك تعال نشوف كده حسيت البرنامج تقيل شوية هتعمل حاجة زريفة cancel كده right click options هتدخل على system settings هتلاقي في حاجة عندك print preview mode double click عليها هتلاقي في عندك حاجتين meta file ده بيبقى تقيل شوية bitmap بيبقى اخف فانت تعلم على bitmap لو هو كان تقيل معك مش تقيل خلاص اوكي تمام طبعا نخلي viewport بتاعنا ده على layer deep points نيجي من هنا خليه على deep points ممتاز طلعوا يا سيدي هنا كده جميل في طريقة حلو قوي تقدر تعمل بيها برضو viewport انت عادة بتكون شغال في الموديل هندخل على الموديل هنا عايزين نعمل مثلا viewport نحط في الكاميرا دي mv برضو ماشي وبعدين نحدد الwindow بتاعتنا وليه يكون دي كده بعد كده بيسألك انت عايز تحطه في انهل ايه قوت هنقول له مثلا ايه وان اوكي بعد كده بيسألك السكيل بتاعك لاحظ نعيه هنا انه مكتوب point auto اللي احنا دخلناه اخر مرة لا انا عايز المراضي بقى بسكيل واحد لخمسة وعشرين هفتح الائلة بتاعتي واكتب واحد لخمسة وعشرين point offer هكتب هنا point offer enter وبعدين نحطه هنا كده تمام كده دي طريقة تانية تام بيها view board طيب ممتاز خلاص كده هنعتبر اللوحة بتاعتنا خلصت عايزين نطبعها هنضغط ctrl B ونطبعها مفيش اي مشكلة طيب لو انا عندي اكتر من sheet وعايز اعمل publish زي ما بعمل في الاوتوكاد هعمله ازاي escape كده تعال الاول نعمل كده ليه قوت هناخد ده copy right click هنا ليه قوت خليه نمسح دول من هنا كده طبعا خلي بالك اللي متعلم عليه صح هو اللي ظاهر عندك في ال background لو انت ضغط double click هنا او على اللي انت صح هنا هتلاقيه هو اللي ظاهر لك في ال background double click على ده عايزين نمسح ده كمان من هنا بعدين ناخد copy من ده كزا مرة كده وليكن مثلا ثلاثة اربعة خمسة اوكي طيب اول واحد هنخلي فيه مثلا الكاميرا دي بس ثاني واحد نخلي فيه دي بس ثالث واحد عايزين ناخد كاميرا تانية ممكن افتح بقى ال viewport بتاعي بالشكل ده يجيبلي القاميرا التالتة دي ماشي هنجيبها كده ممكن نعمل viewport لي mv الشكل ده كده بعد كده ال skill بتاعي وليكن مثلا واحد لعشرة يبقى واحد من عشرة تمام كده وطبعا double click جواه double click على scroll ليعمل zoom extend وبعدين نجيب مثلا دي كده بعد كده نيجي من هنا نغير ال skill بتاعي نخليه point one طبعا كبير جدا بس مش مشكلة اهوت نكبر يا cd الدنيا عندك كده الغرض فقط التوضيح ماشي انزل بداية بتاعت شوية تمام ممكن ناخد الاتنين دول كده ctrl c ماشي ونخش على layout 4 ctrl v ماشي حطهم هنا انزل بداية cd بالشكل ده انا بس عايز كل اللي قوت يبقى مختلف عن التاني ماشي نيجي هنا نمسح دول ctrl v نحط الاتنين دول لوحدهم ممتاز طيب تعالا بقى نعمل publish هنكتب كده publish enter هنختار هنا اللي احنا عايزينه انا هنا مثلا مش عايز اطبع اضغط هنا على minus انا عايز اطبع layout خلي بالك هنا بيقول لك publish to يعني هيطبع على اللي احنا اخترناه في ماشي اللي هو internal pdf لو انت عايز تغير هتيجي من هنا تختار مثلا اي حاجة تانية ولياكم مثلا سامسونج ده هتلاقي كله هيتطبع على السامسونج طبعا احنا مش عايزين كده احنا عايزينه يطبع من base setup management او internal pdf اللي اتنين بالنسبة لنا واحد ماشي ممتاز لاحظ معي هنا انه متعلم صح على multi sheet job ده معناه ايه انه هيتطبع لك كل laosd في فايل pdf واحد لو انت عايز تطبع كل layout في pdf لوحده هتشيل علامة الصح دي طبعا احنا عايزينهم في ملف واحد فانعلم عليه صح نقدر طبعا نعمل preview وبالتالي يجيب لك هنا layout بتاعتك ماشي طبعا بيجيب لك اللي انت مختارها بس نقفل دي هنيجي على اتنين اقول له preview هجيب هالك برضو تمام طيب خليه نعمل publish نغير بقى الاسم ده نخليه مثلا واحد enter هتبعهم لك كلهم نشوف كده اهيه double click ده ملف pdf واحد فيه هنا خمسة sheets ادي اول واحد وتاني واحد ثالث واحد طبعا دول ما حطناهمش على deep points وبالتالي ظاهرين معايا ماشي زي الفول كده تمام ممتاز كده الحمد الله اتعلمنا ازاي نطبع اللوحات بتاعتنا عن طريق plot وعن طريق publish طيب لاحظ معايا ان اختارت scale 1-25 ولكن لو تفتكر طول ما احنا شغالين في الفيديوهاب بتاعتنا على مدار السلسلة بالكامل كنا دايما بنختار scale 1-25 ما كانش فيه scale 1-25 في الليستة اللي موجودة عندك في النانو كاد طيب ازاي انا اضيف scale جديد؟ هالعملية ممكن تكون صعبة شوية ولكن ان شاء الله هنعملها مع بعض لاحظ معايا هنا ادي السكيلز بتاعتنا خلي بالك هنا ان احنا دايما بنشتغل على symbol scale هتلاقي عندك هنا 1-1 1-2 1-5 1-10 1-21 1-50 مفيش 1-25 طيب ازاي بقى نضيفه؟ دعالا نشوف مع بعض ننزل دي كده خلينا نرجع هنا ندخل على c program data بعد كده nano soft تضغط n كده ادي nano soft تدخل على version اللي انتم سبتابه بعد كده ندخل على حاجة اسمها data row ندخل عليها بعد كده enus هتلاقي ملف اسمه settings هتضغط عليه كليك يمين بعد كده copy عشان تحتفظ بيه بعد كده هتحطه في اي مكان مثلا نرجع ليه اي مكان كده ولا يكن مكان ده نحطه هنا paste ده الاصلي اللي نازل مع النانوكاد احتفظ بيه عشان لو انت بواست حاجة يبقى عندك الاصلي بعد كده هنرجع على ده right click edit هيفتح لك فايل كده زي الورد بالظبط هنضغط ctrl F عشان نفتح find ونكتب ISO enter ايه في اليسيري هتلاقي فيه عندك هنا ISO ننزل تحت شوية هتلاقي فيه عندك هنا skills skill name الف الواحد الفاليو بتاعتك 1000 وهكذا هتلاقي فيه عندك هنا واحد لعشرة واحد لعشرين واحد لخمسين طيب انا عايز اضيف واحد في النص واحد لخمسة وعشري هناخد ده كده لاحظ معي مش هتاخد الجزء ده بس لا هتاخد الصف كله ممكن تيجي بالماوس كده تختار الصف من هنا كده ماشي وكده انا اخترط الصف كله ثم كنترول كنترول wouldn't mean بتاعت صفين اغى هذا من طه البساطة اخي بحاجة واحد من خمسة وعشرين ثم تمام ماشي تمام كده ممتاز بعد كده هضغط هنا سيف طبعا هنا بيقول لك لو انت عايز تغير الفورمات بتاعك كليك نو لا هقوله لا سيف عادي يس كده خلاص سيفنا نقفل ملف كده اتسيف وزيل فول طيب ممتاز تعال نفتح كده النانو كاد هنيجي من هنا مش هنلاقي فيه اي حاجة اضافت بمنتهى البساطة هنقفل البرنامج ونفتح نفتحه تاني افل دي ايس ماشي تعال نفتحه تاني مبابل كليك على ايجيكس اس اس فيتر جكاية مهمة قوي هقولك عليها دلوقتي ايه هي طبعا كلنا عارفين ان البرنامج اول ما بتفتح دايما بيتشيك اللايسنس بتاعة ايجيكس طيب انت دلوقتي علشان تضمن ان الشغل بتاعك اللي انت هتفتحه مظبوط وتقدر تعمل ايدت عليه بدون اي مشاكل هتعمل ايه اول ما انت بتفتح البرنامج بيفتح لك ملف فادي تروح راسم فيه اي سيخ او اي حاجة من العناصر الموجودة لاحز معي هنا بيتشيك اللايسنس ماشي اول ما يتشيك اللايسنس هيفتح لك الخصائص او الحاجات بتاعة ال ايجيكس هتضغط اوكي ترسم مثلا سيخة هوت انتر خلاص خلصنا اسكيب كده خلصنا ملف ده هنقفله ونقول له نو مش عايزينه اصلا كل الحكاية اللي انا عملتها دي عملتها ليه عشان خاطر يعمل تشيك اللايسنس وبالتالي لما اجي افتح ملف من هنا اقول له open نختار ملف بتاع الكاميرات اللي احنا شغالين عليه اقول له open لو دخلنا كده في الموديل هتلاقي كل حاجة تقدر تعمل edit عليها لو انت ما عملتش الخطوة دي هتلاقي الحاجات دي كلها عبارة عن خطوط solid مش قادر تعدلها فبالتالي بتعمل ايه بترسم اي حاجة بعد كده بتشيك اللايسنس وبعدين تقفل وتفتح تاني فهي تركاية ان انت اول ما تفتح البرنامج تعمل ايه تجسم اي حاجة بحيث تدي له فرصة يتشيك اللايسنس وبعدين تفتح الملفات اللي انت عايزة ممتاز تعال نشوف هنا ال scale هنيجي من هنا هنلاقي 21 و 1 ل 25 سي مثلا القاميرات دي احنا كنا شغالينها ب scale 21 انا عايز الوقت اخليها ب scale 1 ل 25 هتختار كل حاجة كده بس ما تختارش ال bbs اختار كل حاجة كده ممكن نضغط shift ونشيل البلوك او نسيب ونشتفر معي في حاجة ونيجي من هنا نغير ال scale نخليه 1 ل 25 لاحظ معي هنا التكست كبر ctrl z كده صغر اهوة ctrl y كبر معك طيب انا عايز اتأكد هتأكد ازاي المفروض scale 1 ل 25 هيته يبقى كام 62 ونص عايز اتأكد بقى هعمل اكسبلود لدي كده واختارها هتلاقي هنا ال height بتاع التكست 62 ونص يبقى كده زي الفل وكله تمام ctrl z كده رجعه معك كده الحمدلله خلصنا كلامنا عن الطباعة وتعلمنا ازاي نضيف scale جديد تقدر وانت بنفسك تضيف زي ما انت عايز تضيف scale 1 ل 30 و 1 ل 40 و 1 ل 35 زي ما انت حابب تضيف بنفس الطريقة هتأخد سطر copy paste وتعدله ماشي؟ تعال بقى نشوف ال bbs لو نفترض مثلا احنا عايزين نصدر ال bbs ده عشان نصدقه للإكسل هنعمل ايه؟ لو تفتكر احنا كنا دايما بنختاج ال bbs من النقطة دي عايزين نعمل اي تعديلات بنختاج ال bbs من النقطة دي تعال نجرب كده مثلا نخفي اي حاجة او نظهر حاجة مخفية add the visibility say مثلا عايزين نخفي ال a b c add the a b c اقول له no تختافي من هنا عايزين نظهر حاجة تانية مثلا repetition هتلاقيها تظهر هنا to item تقدر تزبط الكلام ده مفيش اي مشكلة ده تعلمنا قبل كده وتقدر طبعا تعرف تفاصيل اكتر عن ال bbs من قناة ايج طيب ازاي بقى نصدر للإكسل بدل ما انت بتختار الموق لا هتختار الجادول double click عليه هيفتح لك حاجة كده زي الإكسل طيب خلي بالك هنا مش هتقدر تعدل حاجة عايزين دلوقت نصدره للإكسل في علامة الإكسل هنا export table to excel هتضغف عليها هيفتح لك على طول الإكسل بتاعك هاخد وقت بس يحمل وبعد كده هيفتح لك ملف إكسل جديد خلاص كده خلص ادي ملف الإكسل بتاعك نقبر كده زوم قاوت شوية ادي كل حاجة موجودة عندك ما عادة حاجة واحدة هي symbol data السيمبل ده مش موجود تقدر ان تعتمد على التيمبل ده مفيش اي مشكلة طيب لو انت برضو من النوع اللي زي حالاتي كده عايز كل حاجة تبقى موجودة عايز السيمبل كمان يزهر هنا كده هتضطر انت هتحيل على الموضوع زي ما انا تحيلت عليك طبعا انا طلبت من إيجكس ان ان شاء الله يبقى فيه اي طريقة نزهر بها symbol هنا في الإكسل وان شاء الله هم وعدوني انه هيتشتغل على الموضوع ده ولكن في الوقت الحالي فيه تركيا كده هنتعلمها مع بعض تعال نشوف نرجع تاني للنانوكاد قافل ده ماشي هناخد البي بي اس ده لاحظ معي انا كده اختار الجدول لا معلاش هنختار البي بي اس نفسه ونعمل الجدول هيختفي وبعدين دول هيتحوله لتكستولاين او بولي لاينز طيب هنعمل ايه بعد كده ناخد دول ماشي ونفتح فايل جديد نيو اقول له كنترول في ماشي احطه في اي مكان كده دبل كليك على سكرول لازم تنفذ الخطوات دي بالترتيب كده وبعد كده كنترول ايه عشان يختار كل حاجة لازم تعمل زوم اكستيند خلي بالك بعد كده كنترول سي ماشي وترجع للاكسل بتاعك وتيجي هنا على اول سيمبل بعد كده كنترول في هزهجلك بالشكل ده بس تغير شوية مفيش مشكلة هتكبره بالشكل ده لحد هنا ماشي هتلاقي الاسياخ بتاعتك زهرة بالشكل ده لا تصغره شوية كنترول زد صغر بس هنا من الكورنر زوم اوت كده ننزل تاع هتلاقي طبعا هنا الدنيا طالع البرة هترجع بده كده لحد الخط ده كده كبر ياسيلي شوية تحرك من هنا كده تمام كده وبعدين تحركه بالشكل ده كده اوت واسطانه شوية زي ما انت حاب تعال نشوف فوق برضو ممكن نصغره شويتين كمان بالشكل ده كمان شوية انزل بيا سيدي بالشكل ده كده كل صف اصاده السيمبل بتاعه طبعا الصورة دي كويسة وكل حاجة وهتقدي الغرض ولكن مشكلتها حاجة واحدة لو عملنا زوم ام كده لو قربنا على الصورة هتلاقي التكست بتاعك مش مزبوط قوي احيانا انا جربتها اكتر من مرة احيانا بتثبط معي والتيكست يبقى شكله جميل كده ولكن في بعض الاحيان على حظنا واحنا بنصور الفيديو التكست بيدرب بالشكل ده طيب هل التكست اصلا مهم؟ اعتقد مش باهمية شكل السيخ فقط يعني اللي هميني هنا شكل السيخ ما يهمنيش الابعاد اللي عليه ليه؟ لان الابعاد قريدي متفردة هنا A B C D وهكذا لحد الاخر طيب طالما انا مش محتاج الابعاد ممكن اصلا اخفيها خلينا نمسح الصورة دي كده ونرجع ليه النانو كاد او الملف بتاعنا هو ماشي كنترول زد كده ارجع البي بي اس الوضعه نقدر نخفي الدي ونظهر الحروف هنختار كده البي بي اس ونقفيني C وهكذا الحروف هتقدر اتميزة عن بعضها ماشي بعد كده اعمل اكسبلود واخد كل دول ماشي كنترول C واجي على الملف ده كده ممكن اعمل كنترول زد الشكل ده لحد مايرجع كل حاجة كده وبعدين كنترول V ماشي دبل كليك على سكرول كنترول A كنترول C ونرجع لي ال اكسيل كنترول V تعال يا سيدي كده الناحية دي شوية نقبر بالشكل ده ممتاز ننزل تحت خالص كده بتزبطها لاما من الجنب هنا مع دي او من تحت مع دي ماشي تزبطها كده هتلاقي الدنيا تزبطت معاك ممكن تصغرها شوية بحيس السيخ ده يدخل لجوه وبعدين تحركوا هنا بالأسفن بتاعتك بالشكل ده ماشي بتحاول تزبط من جميع الاتجاهات من تحت ومن فوق ومن يمين ومن الشمال تطلع فوق كده ده عايز ينزل تحت شوية تنزل بالشكل ده بالسهم برضو ماشي تمام تعال نقرب كده شوية هنا على سيدي الناحية دي برضو تيكست ضارب بس تقدر تميز الحروف عن بعضها ده ده ترتيب بتاعك هيحدد لك ده ماشي طبعا ده مش احسن حاجة ولكنها حل مؤقت لحد ما يزبطوها في ايجيكس زي ما قلنا خلاص كده عايزين نحفز الملف ده هنضغط كنترول اس ونختار المكان اللي احنا عايزينه ونسميه زي ما احنا عايزينه ونقول له كده الحمد لله تعلمنا ازاي نصدر البي بي اس للاكسيل وبكده نكون خلصنا درس النهاردة لو عندك اي اسئلة سبقلنا تحت فيه الكومنتات وان شاء الله نجاوبها في النهاية شكرا لك على المتابعة شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا